كيفش توصل لإعانات القطاع غزة؟ الهيلال الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى تلم الإعانات والمساعدات اللي بشتمشي القطاع غزة أغلب الإعانات الإنسانية تتلم في العريش في مصر وهي اللي بدورها تنقلهم المعبر رفح في جنوب القطاع هذا معبر رفح على الخريطة واحد من سبعة معابر حدوده ويلى حدود الساعة هذه الشحينات اللي متواجدة في المدخل متاع المعبر مترف المصري مزالوا يستنوا في فتح المعبر وتأمين نقل المساعدات شنية الوضعية في معبر رفح؟ بعد مفاهمات صارت بين كل الأطراف مصر، الاحتلال الإسرائيلي، أمريكيا بشي تحل المعبر ويدخلوا الإعانات ويخرجوا رعاية دول كما أمريكا والسويد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلف بوعده وقصف معبر رفح والثنية اللي تلزلوا من شيرة قطاع غزة نهار 12 أكتوبر وهذا اللي عطل وصول الإعانات حسب الصحفيين المراسلين بالمعبر والشي هذا خل المصريين يسكروا المعبر بجدار إسمنتي بشي مايجيوا الشظايا للقصف للجانب المصري حسب المصادر المصرية شنية اللي قاعد يصير بشي تحل المعبر هذا؟ وزيل الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكان مشي بين 11 و18 أكتوبر اللي فيت لستة دول عربية بشي تبيحث في الوضعية الحالية مع الدول المجاورة السلطات المصرية والأردنية تقوم بمجهودات ديبلوماسية وسياسية بشي مايتمش تهجير قصري للفلسطينيين من غزة للدول المجاورة وبشي الإعانات توصل لهم بالنسبة لجلسة العامة للأمام المتحدة وأغلب المنظمات والهيكل اللي تابعين المنظمة هذه كما منظمة الصحة العالمية والمفاوضية السامية لخوض الإنسان قاعدين يدعيوا الوقف إطلاق النار وفتح المعبر لإيصال إعانات للناس اللي في قطاع غزة ومحتاجينهم لكن بعد زيارة جو بايدن للإسرائيل وبعد ما كلم عبد الفتاح السيسي تفقوا على حلين المعبر نهار الجمعة حتى لين يتصلح الكيس من شيرة غزة وتوصل إعانات للقطاع علش مزيل مغلق المعبر؟ رغم أنه الوضعية في قطاع غزة ماشية وتزيد تتأزم الماء غير صالح للشراب من قطاع شبه تام للطاقة المستشفيات غير قادرة على توفير أدنى الخدمات الصحية وزيد فوق من هذية تم تفجير مستشفى نهار 17 أكتوبر وتفجير مدرسة نهار 18 أكتوبر جرائم حرب إلا أنه المعبر مزيل مغلق وهذه الأسباب اللي نجمنا نعرفوها أولا على خاطر الطريق في مدخل معبر حدودي من طرف الغزاوي تم تهديمه بالقصف الإسرائيلي ثانيا على خاطر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية نزلت متوصلتش الحلول لخلق ممر إنساني لنقل إعانات ثلاثا على خاطر دول المعنية بطريقة مباشرة كيما مصر خايفة لا تتنقلب الصراعات على أرضها ويتم تهجير الفلسطينيين أراضيها عليش الإعانات ما تدخلش من معبر آخر أولا على خاطر فما معبر من جانب دولة الاحتلال واللي ما نجموشي عادي ومنها المساعدات ثانيا على خاطر تم تدمير الميناء في غزة واللي هو مش من شيرة إسرائيل وثلاثة على خاطر معبر كرم أبو سالم غير آمن ويتقاسم الحدود بين مصر ودولة الاحتلال